رسميات عندها سلاح نووي يقدر تقريباً من 5,922 رأس حربي نووي اللي بالطبيعة يختلفوا كيفاش يضربوا بهم ولكن من أهم الوسائل اللي هما الـ ICBM الصاروخ الباليستي العابر للقارات اللي ينجم يخلط لأي مدى تتفكروها كانت عنا أو نحن صغار فوشيكا الشيطانة هما عندهم الشيطانة والله برسمي عندهم الصاروخ اللي مسميته الناتو تلموي يخوف اللي هو أكثر سلاح مرعب في العالم حتى يغلب الأسلحة النووية وراهوا في المجال النووي في الأسلحة راهي روسيا تغلب أمريكا بأميال خاصة في الصواريخ المتاحة وخلينا نقوله في الارث اللي اخذيته من الاتحاد السوفيتي اللي عندها برشة صواريخ نووية سيتانتو دي الصاروخ اللي تقريبا من 2009 وهو قاعد يتحذر وبشوية بشوية قاعدين يحذروا في المشروع وكمل وقتش كمل يا ساحري وقتش يعطي ترسومك 2021 يعني هالصاروخ دي دخل حيز التنفيذ خلينا نقوله ولا حاضر باش انه يكون موجود في الساحة الحربية و بوتين من بين الصواريخ اللي يعطى الامر باش يحطهم في حالة اهب قصوى اي خطورة للسلاح هذية فم خطورة كبيرة يحكيوا عليها للسلاحة هذية اي خطورة فم؟ السلاحة مش السلاحة النووي بكله راه هو خلينا نقوله وانه في الحرب البردة كانت فم حاجة اسمها ميوتشول اشورد ديستركشن الحاجة هذي في الحرب البردة وانه فم زوز دول عظمى اللي هما روسيا قبل اتحاد سوفيتي وامريكا كان عندهم خلينا القدرة انهم يحطموا بعضهم المعروف والمتعارف عليه في حرب نووية وانه ما فماش شكون يربح ما فماش واحد بش يربح وعلى ذلك في الحرب البردة حتى في ازمة كوبا النووية نحكي في 1962 حتى واحد ما تجرى انه يستعمل الاسلحة النووية متاعه وعلى ذلك بوتين اعطاه اسم للاسلحة النووية اللي حتى في حالة تأهب واللي هي قوية الردع يعني هي ما هيش خلينا نقوله محطوطة للاستعمال ولا للضرب وانما للردع بش خلينا نقوله يهدد نوعا ما الغرب وخاصة يحسن شروط التفاوض انتاعه في المطالب الامنية اللي صارت عليها المفاوضات في بلا روسيا ولا شنه المفاوضات شنه طلبات روسيا والحاجة وشنه طلبة اوكرانيا زيد بهي المفاوضات هذه تقريبا في شوتها الاول خرجت من دون نتائج واللي هي كانت متوقعة على الاخر على خاطر روسيا من جيهة عندها مطالب امنية واضحة لقدمتهم للناتو او شهر التالي في جونيف اللي قتلها ثلاثة حاجات تقريبا وانو حلف الناتو ما يتوسعش وما يزيدش دولة اخرى ينظم في الحلفة ذي الحلف اللي فيه ثلاثين دولة تقريبا تو الحلف العسكري حلف الشمال الاطلسي كيف كيف وانو حلف الناتو ما عادش يتعامل مع الدول اللي على حدود روسيا تو واخيرا ما عادش يعمل مناورات عسكرية اللي اتهدد الوجود الروسي وتهدد خلينا نقوله الحدود الروسية وذومت لها مطالب الاساسية اللي بوتين حطهم في الطالة وحطهم في المفاوضات الروسية الاوكرانية من جهتها اوكرانيا طلبتوا انو روسيا تخرج من اراضي متاحها توقف عملية القصف ولكن المفاوضات ما خرجت حتى شيء على خاطر ما خلطوش الاتفاق وزوز خلينا نقوله وزوز وفود رجعت الموسكو رجعت لكييف للتشاور مع القيادات متاحها ولكن الامور مزلت معقدة انا نتصور وانو بوتين مزلت العملية العسكرية خلينا نقوله واضحيني الراهو بوتين ما هوش يستعمل في الجيش الكامل للدب الروسي كيف ما نقوله هي عملية عسكرية فقط للوصول للعاصمة كيف لتغيير النظام السياسي تغيير من هو على رأس الدولة وقالها ديجا قال الجيش الاوكراني كنت تحبوا اموركم ريقلة نحيوا زيلنسكي من رئيسة وشدوا انتما الحكم على خاطر بوتين يمن وانو اوكرانيا لازم من نظام السياسي والقيادة السياسية تبدأ موجودة غادي تبدأ تقريبا ميلة مع روسيا وما تدخلش الحلف الناتو يعني مشكلت بوتين مع زيلنسكي انه هو مهوش في الاتجاه نعطيك انا مشكلت بوتين الاساسية بوتين كتب مقال اللي يقول فيه تخيلوا لو كان الصين مشت لكندا وحطت تصويرخ على امريكا فشني بش تكون موقف امريكا من حاجة هذي يقول نفس الحاجة انتو ما حلف الناتو يحب يجي يحط تصويرخ على بيب روسيا الحاجة اللي منيش تقبلوها جملة على خاطر ديجا حلف الناتو موجود في لاتفيا موجود في لتوينيا موجود زادا في اسطونيا اللي هوم على حدود روسيا زادا كيف كيف الحاجة الاخرى اللي خلينا نكون واضحين فيها وانه العملية ذي معقدة خاصة وانه البارح في المفاوضات زيلنسكي تلب رسميا الدخول للاتحاد الاوروبي وكان مقدم مطلب للدخول لحلف الناتو اللي هي حاجة توثير غضب الدب الروسي اللي ماهوش بش يخلي اوكرانيا تنضم وعلى ذلك مزالت الامور معقدة ومفاوضات خاصة يمكن يترأسها مكران من المعسكر الغربي اللي في اتصال مباشر ومتواصل مع بوتين حكيت على ماكران مع تفاعل دولي كبير برش على حكاية السلاح النووي نتجه نحو حرب عالمية ثالثة في الموضوع هذي بالذات حرب النووي يعني ما نتصورش تقريبا تقارير الكل تقول وانه حتى استعمال السلاح النووي ماهوش استعمال عسكري وانما استعمال لتحسين شروط التفاوض نجمو نحكيو على حرب عالمية وقت لدولة من حلف الناتو تتضرب روسيا ما نصورش بش تعمل حاجة هذي بالميدة الخامسة في خلينا نقوله في اتفاقية حلف الشامل الأطلسي اللي يفرض وانه اي دولة تتضرب في الحلفة دي ثلاثين دولة الأخرين لازمهم يدخلوا في الحرب معاها في حاجة أخرى تقريبا التهديد يجي من جهة أخرى يوسف وانه موجود تهديد في بحر الصين ما بين طيوان ما بين الصين اللي الصين تصغل نوعا ما فشنا قاعد يصير في أوكرانيا كيف كيف كوريا الشمالية ولكن أمريكا قالت اللي ما هيش بش تهبط حتى جمدي أمريكي في أوكرانيا بش رقع تدعم فيها بسلاح والفلوس هذا أقصى حاجة نجموا يعملوها وهذا تقريبا الأوكرانيين يفلكوا بها على خاطر قالوا وانه هه حطونا في الصدافة خلونا كيك آخر سؤال لوقعي بالتهديدات اذي بالسلاح النووي هو شبه تهديد موش تهديد في حد كبسة كبسة صغيرة خنقوله نحنا تكثر العقوبات على روسيا أكيد جدا وانه تكثر العقوبات على روسيا راه والحاجات اللي شفناها خاصة في مجال الرياضة ذي ما تصيرش قبل شفنا يعني نوعا ما الحاجات اللي عملوها خاصة الفيفا واليوفا راه حاجات ما عادش تعاود تفقد المصدقية للمؤسسات هذن في ناحية أخرى لتدمير الاقتصاد الروسي نحكي وانه برشا بونوك روسية خرجت من نظام السويفت العالمي اللي هو نظام يسهل التعاملات البنكية حداشن ألف بانكة في العالم تتعامل به وهذا طيح البورسة الروسية برشا ناس خايفين وكيف كيف برشا دول تقول مواطنيها اخرجوا من روسيا على خاطر الأمور ماشية وتتعقد منها تونس وان شاء الله يروحوا التوينس اللي في أوكرانيا خاصة اللي غاديكوا ومزلوا محصورين شكرا لك لأي معلومات مفيدة جدا رسمياتنا نلقاوه على الباش فيسبوك متاعنا راديو اي اف ام